الخبراء رقم واحد في النفس البشرية ليس جماعة فرويد وأدلر وكارغوستاف يونغ لا لا كل توضع الخبراء رقم واحد بالنفس وما يتعلق بالنفس هم السادة العارفون بالله تبارك وتعالى السادة العارفون بالله الأولياء العرفاء الصفيون الحقيقيون الذين بنوا أمرهم كله على ماذا؟ على معرفة الله عبر معرفة غوائل النفس غوائل النفس لأن النفس لها فلسفة حاذقة وخفية وماهرة جدا في الوصول إلى ماذا؟ إلى مجتهياتها بطريقة تلبسها بالمقدس للأسف وقد يعيش المرء حياته مغترا بحسن ظن بنفسه لا تؤكده بعد ذلك ماذا؟ مقبولية أعماله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مولانا الروم أيضاً للمرة الثالثة اليوم أو الثانية قدس الله سره كان يقول هذا الكلب ليس كلباً حقيقياً لأن الكلب الحقيقي عزكم الله تلقى إليه العظام وبعض النحم والجلود تلقى إليه المسكين فقير لكن هذا الكلب يقف بالباب ولا يعطى لماذا؟ لأن الله لا يخدع لأنه ليس كلباً حقيقياً هو يظهر الكلبية يعني يظهر التواضع والخشوع والبخوع لله فقط من أجل ماذا؟ من أجل محمدة الناس من أجل مولادنا وسيدنا أهلاً سيدي إدعيني سيدي إرقيني سيدي لا تنساني من صالح دعاك وهذا الذي يريده نعم الامتياز على الناس عجيب شيء مخيف مرعب قال هذا الكلب ليس كلباً حقيقياً ولذلك لن تلقى إليه العظام لن تلقى إليه العظام وهذا الطير ليس طيراً حقيقياً هذا طير من ورق طير من معدن شكل طير ليس طيراً حقيقياً لا هم يردون أن يتحققوا أن يكونوا الشحاذين الحقيقيين على باب الله العباد الحقيقيين لله لا لأنفسهم في نهاية المطاف يكتشف الإنسان أنه ماذا؟ أنه كان يبحث عن نفسه وأنه كان يعبد نفسه وأنه كان يريد نفسه ولا يريد ربه والعياذ بالله شيء مخيف وتذكرون قصة أبليزيد البسطامي قال ما سبحته أنت سبحت نفسك قال له تأخذ سلة وتضع فيها الحجر وتلبس المخرقة خرق مرقع فوق بعضها البعض وتمشي في السوق بالحري يرميك الحجار الصبيان بالحجارة قال نعم قال ومهما رموك بالحجارة رميتهم بالجوز الذي عندك معك سلة فيها الجوز قال سبحان الله لمثني قالوا هذا قال ما سبحته والله ما سبحته إلا نفسك الله هذا شيء مخيف الصوفية يعلموننا أن نترجم سلوكاتنا ورؤيتنا وعباراتنا ترجم 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 يقول لك أحدهم أنا يا أخي بصراحة يعني غير مرتاح مع وضعي ترجم أنا ساخط على قدر ربي ترجم أنا ساخط على ربي أصبت الترجمة هو هذا يأتيك يقول لك أنا غير مرتاح في وضعي غير مريح أنا غير مرتاح يا أخي تعالوا النبرة وأنت تشعر هنا براحة خبيثة بميراث إبليسي بميراث إبليسي إبليسي